إذا أضفنا قرينة خامسة ما يرتبط بالعلائم والأحداث والوقائع التي تشير إلى أن العمر الافتراضي للدنيا يكاد أن ينتهي حينما أتحدث عن العمر الافتراضي للدنيا أنا لا أتحدث عن نهاية للعالم مثل ما يتحدثون دنيانا هذه لها عمران العمر الأول ما عنونا بجولة الباطل بدولة إبليس والعمر الثاني ما عنونا بدولة الحق بدولة محمد وآل محمد فارق كبير بين المنطقين بين هذا المنطق الذي أتحدث به وبين منطق أولئك الذين يتحدثون عن نهاية مأساوية للعالم العمر الافتراضي الذي أتحدث عن هو عمر الدنيا في فترة جولة الباطل دولة إبليس هذه المصطلحات ما هي من نحتي هذه المصطلحات مأخوذة من كلماتهم الشريفة بشكل مباشر فمنذ أن نزل أبونا آدم وأمنا حواء ونزل إبليس ثالثا معهما إلى الأرض بدأت دولة إبليس إنها دولة إبليس التي تمتد من يوم نزوله إلى الأرض إلى الوقت المعلوم فهذه جولة الباطل هذه دولة إبليس حين أتحدث عن الوقت المعلوم فإن الوقت المعلوم يبدأ من لحظة ظهور إمام زماننا لكنه يأتي متدرجا فهناك هلاك للمشروع الإبليسي عند ظهور إمام زماننا لكن الهلاك الكامل التام سيكون زمان الرجعة العظيمة وقد حدثتكم عن هذا المطلب في مجموعة حلقات هذا هو الحسين لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم العمر الافتراضي للدنيا يبدأ من زمان نزول أبينا آدم إلى الأرض إلى زمان الظهور حيث ينتهي العمر الافتراضي المعنون بجولة الباطل ويبدأ العمر الافتراضي المعنون بدولة الحق وهو عمر طويل وطويل جدا لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد فإن الحديث هنا عن العمر الافتراضي الأول وبعد ذلك سيبدأ العمر الافتراضي الثاني والبداية من أول يوم من أيام الله فإن الله سيطول ذلك اليوم نهاية العمر الافتراضي نتلمس شيئا من أحداثها نتلمس شيئا من الوقائع ومن الأحداث التي تشعرنا من أن الوقت يكاد 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 من أفعال المقاربة فأنا لا أعلم الغيب وإنما أتحدث من خلال التدبر والتفكر في مضامين الثقافة المهدوية التي أخذتها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم نحن إذا وجهنا أنظارنا إلى أرضنا إلى الطبيعة من حولنا منذ سنة ألفين للميلاد وهناك تغيرات واضحة جدا في عالم الطبيعة من حولنا تغيرات هائلة في المناخ من حولنا وهناك تغيرات فيما يرتبط بأحوال اليابشة وبأحوال البحار والمحيطات الكوارث الهائلة الهائلة عددا والهائلة بتفاصيلها وبمجرياتها وبطول مدتها ما عاشه الناس منذ سنة الألفين للميلاد وإلى زمان الكورونا ومنذ بداية زمان الكورونا وإلى الآن هناك تغير واضح هناك تقلب واضح في المناخ الذي تعيشه الأرض تعيشه الطبيعة وهناك الكوارث الطبيعية بكل أشكالها بكل ألوانها في اليابسة وفي المنطقة الرطبة في البحار والمحيطات الكوارث بعدها الكوارث عددا كما ونوعا وكيفية هذا إذا وجهنا أنظارنا إلى الطبيعة من حولنا أما إذا وجهنا أنظارنا إلى ما يجري فيما بين سكان الأرض من اختلافات شديدة ومن اصطدامات واصطكاكات فيما بين الحكومات والشعوب إن كان السبب من الحكومات أو كان السبب من الشعوب هناك اختلافات واصطدامات واصطكاكات فيما بين الحكومات والشعوب فيما بين الحكومات والبلدان فيما بين المجموعات والفرق والأحزاب فيما بين السياسيين وطلاب الزعامات السياسية الدينية الاجتماعية فيما يرتبط بكل أنواع الزعامة في هذه الحياة أتحدث عن الحياة الترابية الأرضية التي نعيشها على هذا الكوكب إذا وجهنا أنظارنا إلى الحياة الشخصية الفردية لبن البشر فإن الحياة فإن الحياة اليومية قد تبدلت العلائق 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 تغيرت 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 كثيرا منذ سنة الألفين للميلاد وإلى هذه اللحظة الحالات الحالات النفسية لبن البشر على اختلاف أديانهم وبسبب اختلاف وتشتت الحالات النفسية لبن البشر تجددت في حياة الناس أشكال جديدة من الجرائم لم يعهدوها من قبل وهناك هوة سحيقة فيما بين الأجيال شيء طبيعي هناك فارق فيما بين الأجيال ما بين جيل جدي وأبي هناك فارق قد يصل إلى عشرة بالمئة وكذلك فيما بين جيلي وجيل أبي ربما يزداد هذا الفارق شيئا يسيرا لكن فيما بين جيلنا وجيل أبنائنا فيما بين جيلنا وجيل أحفادنا في قادم الأيام فإن الفارق بدرجة مئة بالمئة لن تستقيم الحياة بشكل صحيح مع كل هذه التفاصيل فحينما أقول من أن العمر الافتراضي للدنيا يكاد أن ينتهي أنا لا أتحدث عن نهاية للعالم مثل ما يتحدث عنها المنجمون أو مثل ما تصورها لنا الأفلام السينمائية التي تدور مضامينها حول نهاية العالم أنا أتحدث عن أن الحياة تفقد بريقها عن أن الحياة تفقد قيمتها عن أن الحياة لن تجري مجاريها بما يفترض أن تكون عليه ولو في أدنى المستويات فإن الحياة ستتلاشى قيمتها ومن هنا مثل ما مر علينا يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء لما يراه من كلب الناس ومن أكل بعضهم بعضا هذا هو الذي أقصده من نهاية العمر الافتراضي لحياتنا الدنيوية مثل ما ذكرت لكم قبل قليل إذا يممنا بأنظارنا إلى الطبيعة من حولنا وإذا توجهنا نراقب ما يجري فيما بين الحكومات والشعوب فيما بين الدول والبلدان بل فيما يجري في داخل الأسرة الواحدة كل التفاصيل في حياتنا اليومية منذ أن نستيقظ حتى ننام ومنذ أن ننام حتى نستيقظ كل التفاصيل في حالة تبدل سريع في حالة تغير وهذا التبدل والتغير يأتي بنحو وإن كان يبدو جميلا في بعض الأحيان لكنه يأتي في نسق مخالف للفطرة النظيفة وللوجدان السليم كل الذي يجري حولنا يجري بهذه الطريقة فيما يبدو من ظواهر الأمور ومن بواطنها حتى لو جرى الأمر بنحو هادئ وبكيفية حسنة إذا ما تدبرنا فيه وتفحصنا في تفاصيله وفي دواخله وفي الآثار المترتبة على تحقق ذلك الأمر فإننا سنتلمس وجها مخيفا مرعبا يختفي خلف تلك التفاصيل التي تبدو حسنة جميلة هذا هو الواقع الذي نعيش فيه وكل ذلك يشير بدرجة وآخرى إلى أن الحياة تكاد أن تقترب من اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية الحياة أتحدث عن جودتها أتحدث عن خيريتها أتحدث عن بركتها فإن اليوم الذي ينتهي فيه العمر الافتراضي لحياتنا هذه لا يعني أننا سنموت وإنما ستمحق البركة من حياتنا هذا هو الذي أتحدث عنه وهذا هو الذي تتحدث الآيات والروايات عنه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر